السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها خمسة طب والعشرة فيه كم جنيه فيها عشرة طب والعشرين فيها عشرين جنيه والتلاتين فيها تلاتين جنيه والاربعين فيها اربعين جنيه والخمسين برضو فيها خمسين جنيه والمية فيها ميت جنيه والمتين فيها ميتين جنيه فهنا الرقم لما يديني اي رقم وعايز يعرف هو فيه كم جنيه هو بيساوي الرقم بتاعه بيساوي نفس الرقم اللي عايزه طيب تعالوا نشوف هنا الخمسين فيها كم عشرة نشوف العشرة الاول هطلع على ايدي كده اقول لي ابني ايه مثلا انا في ايدي ايه فيها 5 صوابع هنفترض ان الصوبع الواحد بعشرة جنيه يبقى انا عندي كم صوبع عد بقى بالعشرات ادي 10 20 30 40 50 يبقى انا كده جبت ايه الخمسين طب الخمسين دي فيها كم عشرة بقى 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي هنا الخمسين جنيه فيها خمسة من فئة ايه من فئة العشرة جنيه طب فيها بقى كام من فئة الخمسة جنيه نفس الحكاية اوهم الخمسين اوهم قلنا السوبعة بعشرة جنيه طب العشرة فيها كم خمسة فيها اتنين يبقى انا عندي السوبعة اتأسم اتنين السوبعة الواحد فيه خمستين يبقى الواحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى فيه عشر خمسات يبقى الخمسين جنيه فيها ايه فيها عشر خمسات طب الخمسين جنيه فيها كم خمسين جنيه فيها واحدة بس الخمسين جنيه فيها خمسين جنيه ايه واحدة بس ده كده تمرين وسهل جدا مفوش اي حاجة هو المشكلة ان الدرس سهل بس صعب على سنة تانية يعني هو كان عايز سنة ربعة سنة خمسة هو سهل جدا وممتع بصراحة الحل بتاعه بس عايز يعني اطفال اكبر شوي طيب فيه سؤال تاني جي من كتاب اخت بتسأل بتقول كون المبلغ وذلك بكتابة عدد كل فئة من فئات النقود المستخدمة مديني مبلغ 217 جنيه عايز يفكوا بكذا طريق طيب تعالوا كده مع بعض وها يديني يا اما رسمة يا اما مكتوب كتابة يعني هنا مثلا جنيه هيبقى مرسوم جنيه او مكتوب جنيه خمسة جنيه عشر جنيه عشرين جنيه ميت جنيه ومتين جنيه المتين وسبعتاشر دي انا عايز افكها طيب انا هافطرت بقى ان الفلوس دي موجودة في ادراج هقول الدرج ده بتاع الجنيهات الدرج ده بتاع الخمسات الدرج ده بتاع العشرات والدرج ده بتاع العشرينات والدرج ده بتاع الميات والدرج ده بتاع المتينات انا عايزة دلوقتي اخد من الادراج دي 217 جنيه هناخدهم ازاي هناخدهم بكذا طريقة ممكن اخد من درج الجنيهات اخد اتنين جنيه واخد من درج الخمسات خمسة جنيه واحدة بس يبقى انا كونتك ايه كونت السبعة جنيه ادي خمسة واحدة ودي اتنين جنيه خمسة واثنين بقوا سبعة جنيه وروحت اخدت من درج العشرات خدت وحدة عشرة وحدة بس يبقى انا عندي عشرة وحدة وعندي هنا إيه سبعة يبقى انا كده كونت إيه السبعة 이�hing جنيه طب المتين ممكن اروح على طول على درج المية اخد منها تنين اخد منها اتنين يبقى مية 200 بقت 200 وإيه 217 طب ممكن اخدهم بطريقة تانية اروح على درج الجنيهات اخد سبعة جنيه مرة واحد جنيه طب المتين ممكن اروح على طول على درج المية اخد منها اتنين اخد منها اتنين يبقى مية ميتين بقت ميتين وايه ميتين وسبعتاشر طب ممكن اخدهم بطريقة تانية اروح على درج الجنيهات اخد سبعة جنيه مرة واحد اخد سبعة جنيه ايه مرة واحد انا كده خلصت من السبعة جنيه طب والعشرة جنيه هروح على درج الخمسات اخد خمستين رحت على درج الخمسات اخدت خمستين طيب والمتين لا ده انا رحت بقى برضو على درج المتين خدت المتين مرة واحد يبقى انا عندي هنا المتين في درج المتينات خدت واحدة بس خدت متين واحدة بس في درج بتاع الخمسات اخدت خمستين بعشرة في درج الجنيهات خدت سبعة جنيه بقيت المبلغ عندي كان 217 طيب تعالوا نقولها تاني بطريقة تانية عندي مثلا برضو رحت على درج اللي فيه جنيهات أخدت 7 جنيه مرة واحد رحت على الدرج بتاع العشرات أخدت 10 واحدة يبقى أنا كده كونت إيه كونت 17 جنيه طيب رحت في درج العشرينات خدت 5 عشرات 5 عشرينات الخمس عشرينات دول يعني كام يعني 100 جنيه إزاي 20 40 60 80 100 يبقى أنا كده خدت من درج العشرينات خدت 50 20 ب100 جنيه ورحت على الدرج بتاع الميات أخدت 101 يبقى أنا عندي كده همتين ودي الإيه السبعة عشر طب ممكن أجيبها بطريقة كمان أروح على درج الإيه الجنيهات أخدت 2 جنيه بس أخدت 2 جنيه ورحت على الدرج اللي فيه الخمسات أخدت 3 خمسات بقوا كده كام 15 جنيه 5 و 5 و 5 15 طيب والإتنين بقوا 17 رحت رايحة بقى على درج العشرينات خدت 10 عشرينات 10 عشرينات بمتين بشي إحنا قلنا المية فيها خمس عشرينات طيب يبقى المتين فيها كام المتين فيها عشرة وبحلول كتير بقى كده تقدر هو عايزك بس تفك المبلغ وتشوف هتعمل منه كام طريقة للفك بتاعه بس ما فاش أي مشكلة بس هي فعلا فعلا صعبة على سنة تانية والدرس سهل ولزيز كده وممتع في الحال بس صعبة على سنة تانية بطلب منكم تشتركوا في القناة دخلوا على اليوتيوب كتبوا قناة ميس نيفين سعيد التعليمية اضغطوا على كلمة اشتراك وفعلوا الجرس القناة مسابقة الصفحة لأن أنا كل فيديو بحضروا بحطوا عليها بخافية ديع مني على التليفون لأن التليفون بصراحة على آخر أنا مش عارفة أعمل إيه تليفون اتمنى فأي فيديو بعمله بروح بسرعة أحطوا على اليوتيوب وفيه كمان دروس خدت 15 دقيقة فأنا مش عارفة هرفعها إزاي على الفيس بحاول أضغطها بس برضو الضغط بيخلي الجودة بتاعت الفيديو رضيئة ما بتبقاش الوضوح النفس ما أنا صورتها بالتليفون فالفيديوهات أفضل أفضل لكم على اليوتيوب وهحاول برضو أشيرها على الفيس والجروب بشكركم وشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته